محمد عباس سلمان جاء اليوم الذي كان النواب الأكراد يتخوفون منه وأوقرت الموازنة العامة لعام 2018 بتخفيضها حصة كردستان العراق إلى 12.6% من 17% بالرغم من انسحابهم من الجلسة ومقاطعتهم لها وهو ما فتح باب التصعيد في العلاقات بين أربيل وبغداد على مصرعيه ولوهلة يظن المتابع للتصريحات السياسية الخارج من الطرفين أن تلك العلاقات عادت لمربع الصفر من تلك التصريحات ما قالته النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني نجيب نجيب بعيد إقرار الموازنة فهي تقريبا نعت مشاركة الأكراد في العملية السياسية وطالبت بوضع حد لما سمته إذلال كردستان بل إن نجيب حملت رئيس البرلمان سليم نجبوري مسؤولية تمرير موازنة 2018 لما فيها من خروقات دستورية زميلها بالتحالف النائب محمد عثمان أكد استمرار الأحزاب الكردية بمقاطعة جلسات البرلمان المخصصة لتمرير الموازنة مشيرا إلى أمكانية امتناع رئيس الجمهورية عن مصادقة الموازنة أو اللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بها فالرجل يرى أن تمرير الموازنة بمعزل عن الأحزاب الكردية دليل على تفرد بالسلطة وعدم اكتراث بحقوق الأكراد بالمحصلة أخرت الموازنة مع وجود احتمال بعدم تصديق معصوم عليها أو الطعن بها بالمحكمة لكن الثابت الوحيد حتى اللحظة ومن خلال الفعل وردة الفعل فإن الطاولة ستقلب كل التفاهمات بين الطرفين وعلى الهدوء في العلاقات بينهما وبالتالي فإن جميع التحليلات السياسية التي تشير إلى التصعيد وانعكاسه على الأوضاع الأمنية أصبحت مفتوحة وممكنة بالحد الأدنى